هي كانت قبل قبل حتى ماليزيا بعد نزول الالبوم ايه او حتى اثناء الشغل بالالبوم فترة يعني كنت اشتغل يعني فترة طويلة بالستوديو وستوديوي منزلي فانا مو مع والله مهندس صوت ولا فريق تلحين ما كنا مجموعة واللي اشتغل معي بالالبوم سيف في الامارات ما كان بالكويت مراتي نقعد اربعة ايام نشتغل بعدين فكانت فترات تينين في فترة ضيق يعني حسب بحزن بس كنت ابررها انه والله انا قاعد بروحي بالستوديو وفترة يعني كنت احتاج تركيز عالي وراحت مع نزول الالبوم وحماس نزول الالبوم صارت فيه شم حفلة بعدين ضيق شنو يعني كانت نوبات حزن اي اوكي كانت حوش انه نوبات حزن ام ومو مفسرة يعني ادور شي بحياتي فيه مشكلة تستدعي هذا الحزن ما القى فصرت اقول اوكي يمكن بسبب هذا الشي تكون اشياء طبيعية يعني منغصات طبيعية كل واحد يمر فيها بس ما يعني مو متوازنة او متساوية مع الاحساس بالحزن تحس انه ما لك يعني اشياء اللي تكون مستمتع فيها دايما طلعات الرابع والاكتيفتيز اللي تحب تسويها ما لك خلقها الاكل كنت ما اشتهي في نظرة يعني متشائمة للحياة بشكل عام فهذه كانت تمر بالمرة الفترة بسيطة بالشغل على البوم راحت بسيتني اكثر بعد ما نزل البوم بشهر شهرين بعد ماليزيا وقبل ماليزيا قبل حتى ماليزيا وما كنت مستوعبها ولا كان خاطر ببالي انه تكون مثلا اكتئاب او مرض نفسي وصدفة كنت اشوف بانستغرام ولا في دكتور نفسي محمد سويدان قاعد يتكلم عن اعراض الاكتئاب فقاعد يقول لنا في خمس ما دي سبع اعراض قاعد يتكلم عنها وقاعد يقول اوف هذا نفس الاعراض مالتي الاضطراب في النوم الاكل مومشتهي الانشطة اللي تسوي فقلت معقولة يعني انا الحين اللي مغذي الناس ايجابية ورددت الافعال قاعد تصير ان البومك وغانيك تعطينا ايجابية واصير احسن اضحك يكون فيني اكتئاب يعني كانت غريبة بس قلت اوكي يعني خلني اشوف يعني اذا في حل يعني خلني اشوف يعني يمكن يكون هذا الطريق الاسهل لمعالجة هذا الموضوع وفعلا راجعت طبيب نفسي ومن اللي قال اول قال يعني ايه فيك اكتئاب وفي طرق علاجية وخذيت الطريق العلاجي ووايد تحسنت وكانت اصلا حتى يعني من اول ما عرفت من اول ما عرفت ان انا اللي قاعد امر في اكتئاب بشكل لحظي ارتحت ما تعالج بس على الأقل عرفت السبب يعني ايه انت بعد فترة طويلة تكون قاعد تعاني وما تقدر تشارك هالشي مع ربعك لانه ما عندك سبب معين انت بتشارك ربعك تقولهم انا زعلان بيقولك ليش ما ادري فكان في راحة كبيرة هل تعتقد كان الناهم صعب ان انت كنت ولا تغني او لازلت بس وقتها تغني ايجابية وتبحث عن النجاحات وتبحث عن انت بتبث الايجابية بالناس فهل كان هذا اصعب ان انت تفتح الموضوع هذا مع الناس حولك هل كان متطلب منك ان انت تظهر في صورة معينة جدا اعتقد مو جدا من اللي حولي اللي حولي انا شفاف يعني اللي قراب مني ما عندي مشكلة بس اعتقد جدا من الجمهور يعني كنت الناس حاطين ان اوكي حمود هو الفنان الايجابي بس الان انظر لها منظور مختلف ويمكن هذا السبب اللي اتكلمت اتكلم اول مرة بهالموضوع ان لان الناس تشوف ان هذا شخص ايجابي واحيانا توصلني بعض رسائلنا شون انت دايما يعني مبتسم الناس قاعد تشوف الصورة المفلترة منك تشوف المسخل من خلال اغانيك من خلال فيديو كليباتك من خلال ظهورك في السوشيال ميديا اللي هو بالطبيعي بيكون افضل لحظات حياتك أي و اي واحد فينا يعني شب مشهور هو رح يعني يحط لحيلايتس مارة حياته فأي صرت يعني اشعر المسؤولية اكثر انه لا دعنا نكسر هذه الصورة انه محد مححد يعني محصن من انه تحوشها امراض نفسية حتى لو كان هو حياته أو منظور الحياة الإيجابية ولا عمله أو تصنيفه عند الناس أنه هو شخص إيجابي ليس معناته أنه صحيح أنا إنسان إيجابي لكن ممكن أن تحوشك لحظات دائمين أو تكون في مرض نفسي أنت عملك أن تحاول تحل هذه المشكلة عن طريق أعدات أو وسيلة الموسيقى أن أنت تحاول تعبي هذا الفراغ لكن هذا شيء وحياتك الشخصية شيء ثاني أن أنت بالنهاية هم إنسان همي بالنمية بالضبط بالضبط بالضبط